الله يجزاك خير سيد راعد وهذا الموضوع يعني موضوع مهم جدا احنا الان انتقلنا يعني عشان نسوي ربط من وهو ربط مهم في اختيار الزوجة الصالحة واختيار الزوجة الصالح بعد ان تمت هذه المراسب يأتي بعدها الموضوع الاكبر وهم على ما قالوا ذهبت السكرة وبدأت الفكرة الان وهو انجاب الاطفال الان حققنا الجزء الاول وهو اختيار ابن صالح وامن صالحة ان شاء الله هؤلاء الاطفال تأتي بعد ذلك تبعات وتأتي يعني الحياة الحقيقية وننتهي من العسل ويبدأ على ما قال البصل وهو ليس بصل وهو انجاب الابناء وهذه هي الحياة الحقيقية اذا الاسرة لم يكن فيها يعني ابناء وبناء اسرة جديدة مجتمع لم يكن هناك يعني استمرارية لهذه الحياة واعمار لهذه الارض التي نعيش فيها فيها مبادرة رقها سمو امير خاذ الفيصل نساء الله ليحفظه تقريبا قديمة تقريبا خمسة او ست سنوات على ما اظن اسمها التربية بالقدوة يا سلام وكانت حتى تأتي توجيهات خطباء المساجد بالتوجيه بالقدوة الصالحة فاول ما يبدأ الانسان او المربي الاب والام بنفسه لا يتوقع الاب ان يكون اب غير صالح او عنده بعض الاخطاء والام كذلك وتتوقع ان ابنائه يكونون يعني على مستوى عالي من التربية او كذا يعني لا يأتيني اب مدخن وينهى ابناء التدخيل لا يأتيني اب خارج البيت في السهرات وغير ذلك ويجد ابناء على خلاف ذلك فاول ما يبدأ الاب وين بتربية انفسهما اول الصح بتعديل سلوك انفسهما لا بد ان تكون قدوه الرسول العصالة السلام في جميع دعوة يدعو لها مسلوك قال صلوا كما رأيتموني اصلي فقال نبيه السلام عفوا تعفوا نسائكم فهذا دليل الانسان يبدأ بنفسه في تعديل سلوكه واسلوكياته الخاطئة ثم بعد ذلك ينظر لهذه الثمرة في ابنائه انا على خلاف شديد مع احد الدكاتر اظهر في احد القنوات يتكلم عن موضوع العنف الحاصل كان من بعض الاباء او الشدة في التربية في الزمن الماضي فلكن انا اقولها وبكل صراحة من هذا المنبر الاعلامي انه لكل بيئة ولكل وضع كان راهن او قديم او الان حديث كان له مقتضياته الان يعني التربية في عصر الحديث تختلف تماما عما كان فيه الاباء من القوة والشدة في ذاك الزمن ذاك الزمن كان الاب في من الصرامة والجلافة على ابنائه لما تقتضيه المصلحة في تلك الوقت كان الفقر وقتها ولا بد ان الاسرة تعمل ولا بد ان الابناء يعملون فكان فيه نوع من الشدة والغلظة على الابناء لطبيعة البيئة التي كانوا يعيشون فيها الان تختلف الاوضاع فيعني بعضهم حتى المربين الان يرى انه لا يكون لك شدة على الابناء انا افرق دائما في بين الشدة والتطرف في عملية التربية او العقوبات التي تمارس على الابناء الشدة واجبة في عصرنا هذا ولا ابسط بالشدة هو التطرف اي التطرف مثل الضرب واهانة مثلا الوجه او الضرب حتى يدخل بعض الابناء المستشفى او حكر يعني خصوصياتهم او مثلا زي ما ذكرت قبل قليل مثلا عدم اعطاء الوقت الكافي من النوم انه مثلا يصحيب رجله او اهانته امام الضيوف اذا جاء هذا فيه نوع من اهانة للبشر او النفس البشرية ولكن لا مانع من المتابعة يعني بعض الناس حتى في التربية يرى اني لبس ابني احسن لبس اكله احسن اكل اركبه احسن سيارة ودائما نقول ترى ابنك مو من فصيلة الحيوانات حتى تعامله بهذه المعاملة لا بد نعمل نتابع مع عملية تنظيم النوم خاصة الان في الاجهات الصيفية نجد بعض الشباب الله اسرح من بعض الابناء ينام الساعة عشر احدا عشر الصباح وترك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا قطعا يحتاج الى وقفة جادة صارمة من والده او والدته انه ينام في وقت محدد لا مانع من السهر ولكن مثلا يعني تسهر يعني تنام في وقت متأخر من الليل لا مانع مثلا الساعة اثنين في الليل ثلاثة بعد صلاة الفجر الان صلاة الفجر في بعض المدن في مملكة يأذن اربعة اربعة وربع فيهم ينام سبع ساعات الى صلاة الظهر وبعدين يصحه وخلاص يكمل يوم لكن قضية انه النوم على راحته اللبس على راحته التربية الحديثة تقول انك ما تربي الابن خلي يلبس خلي يطلع خلي يشوف حياته خلي يطلع على كيفه هذه الاشياء انا يعني اوجه جميع الاباء ان يكون لهم تدخل ولكن بشيء من اللطف والتوجيه ومتابعتهم في هذه الاجازة بعض الاباء يخاف على ولدوا من الخروج للشارع بحجة مثلا الدشير او اصحاب السوء المخدرات او غيرها وننسى عامل مهم او شيء موجود داخل المنزل قد يكون ضرر اكثر من ضرر اصحاب السوء في خارج المنزل انا وهو وسائل التواصل الاجتماعي والالعاب الان منتشرة الانلاين طيب كيف انا كيف امنع ولدي وكيف اخليه يلعب هذه الالعاب الانلاين تكون تحت رقابة ومتابعة مثلا انا العاب بليستيشن هذه اغلبها اونلاين تجد بعضهم في سن 11-12 يلعبون مع ناس في مدن او في دول حتى خارجية وانا بنفسي كنت اسمع الفاظ نابية وذكر لي بعض الاباء يرسلوني بعض المقاطع الفيديو ويعلمون الابناء والبنات الفاظ غير شرعية الفاظ نابية يحاولوا تعرفون عليهم يحاول ياخذ رقمه يحاول ياخذ سنابه يحاول يكون بينهم علاقة يحاول يغريب المال بنعطيك كذا مقابل كذا بيعطيك كذا واعتقد كلامي واضح يفهم ومشاهد طيب انا كيف احد من هذه كيف اخلي ولدي يلعب في الالعاب الانلاين وكيف احمي من هذه الفئة الظالة والفئة السيئة يكون الابن يلعب في الصالة او في مكان مفتوح اذا كان الابن يلعب العاب الانلاين اللي هي على المباشرة في مكان مفتوح يكون في متابعة من الاب والام لانه طبعا نمرت الام للصالة الاخ اكبر الاخ الاصغر الاب بيكون هناك متابعة ومعرفة مع من يلعب لأي مدى وصل ولأي مرحلة من هو الشخص اللي يلعب معه ماذا قالوا ماذا فعلوا فالعاب الانلاين او المباشرة هي اشد خطرا من الشارع وخروج الابن الى اصحاب السوء قد يصل هنا لاصحاب السوء السوء بسرعة في ظل يعني متستر محد يعرفه وقد يظهر يخرج الشارع يلعب كورة وغيرها يكون خف وطؤها وامام الناس ما يكون فيها ضرر اكبر فدائما احذر انا خاصة في الاجازات الالي الصيفية تابعوا جوالات ابنائكم تابعوا وسائلهم وحساباتهم تابعوا لعابهم في الاولاين تابعوا يلعبون مع من تابعوا يتراسلون مع من تابعوا المواقع التي يدخلونها كل هذه ليس فيها عنف تطرف وليس فيها حجب الحرية الطفل وانما هي من حرص والتربية الصحيحة حثوا ابنائكم في الاجازة الان يطلعون يلعبون الكورة الرياضة الاندية الرسمية العقل السليم في الجسم السليم رسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد طبعا جاءت الرسالة على كذلك في البرنامج